موسيقى موسيقى النهاردة من منظرة الحج محمد مطر المهندس محمد مطر من زكي حج محمد يا أهلاً وسهلاً نورتونا المنظرة دي نهاردة احنا في مدينة السادات عالطريق الصحراوي في مكان ما شاء الله عليه كبير جداً وجايد جداً نرحب بحضاتك النهاردة أهلاً وسهلاً إن شاء الله حفظتونا الله يخليك والشيخ أبو الحسن الزاكر شيخ أبو الحسن والأخ الحج علي الغطة أهلاً يا حج علي أهلاً سهلاً بك يا رفا نحن طبعاً النهاردة احنا قاعدين قاعدة كده كلها موادة وحب في الله سبحانه وتعالى أهلاً يعني نتكلم على عادتنا والتقالدنا اللي هي أصولنا واللي هي بتمثل لنا الطابع الرئيسي في البلد طبعاً احنا طبعينا كلنا عرب والنبي عرب طبعاً يا طرى بقى أهم حاجة عندكم هنا في علاقتكم يعني التواصل والتراحم في زيارات بين أنا حد تتكلمني كده عن أحدك لو تقول لي العيلة هنا مثلاً أخواتك وأردادك احنا بالظبط بجرنا حوالي 15 سنة هنا في مدينة السداة أه أولاد العم أولاد الخال أولاد العمات أولاد العمات يعني معظم العائلات بالنسبة لنا فيها ترابط أسري في الأفراح وفي المعازي وفي جميع المناسبات أه يعني فيه بينكم موادة وتواصل التواصل باستمرار أه لأنه احنا برضو يعتبر مواخدين مسافة عشان نيقى برضو للقمة العيش وندور على التنمية في المجال الزراعي برضو لأن معظم مجالنا ما هو المجال الزراعي طبعا الزراع هي هي الحياة أه طبعا طبعا والحق عن التواصل مع القصة أو والله بالتواصل باستمرار الفضل الله تعالى وإحنا يعتبر متنير المهاجرة لمحافظة المنوفية لأن أنت أساسا من المنوفية لا الأصل شمال سينة شمال سينة شمال سينة شمال سينة تشتهر كأنها في الشمال بالزراع فسبحان الله نحن ايه طلعنا كده نشئنا على الزراع وبدينا نعمل استثماراتنا ومشاريعنا هنا في المنوفية وربنا كرمنا ودينا 15 سنة في نفس المجال بفضل الله تعالى لكن ما تتواصل وتتقى وتتقى وتتقربوا مع بعض دائما في عددك؟ بنتواصل في جميع المناسبات أعياد أفراح مناسبات أي مناسبة بتلاقينا مع بعض بس العملية دي قلت دلوقتي ولا زي زمان؟ لا والله اعتبر كشباب الشباب التواصل والناس الكبيرة برضك اللي احنا بنستفيد من الخبرة برضو بنتواصل معها وبتدينا الخبرة لأن احنا ازاي نمشي ونزاي نسل في المنهة دي الحياة وشيخنا بقى التواصل والتراحم بين الأسرة أنا بنتهد هذه الفرصة الطيبة بحضرتك يعني موجود معنا عشان نوصل الصوت بتاعنا إلى أحبابنا في مصر وفي من يرانا على الشاشة التلفزيون في الوقتي قناة مصر الزراعية احنا بنراحب بها وبنحيي القائمين على هذه القناة ونشكر القائمين وعايزين لهم التقدم والازدهار في المجال اللي هم قائمين عليه أولاً احنا عائلة كنا في شمال سيناء واجينا هنا على أخواننا في المنطقة المنوفية فلقينا الترحاب من جميع أنحاء ما نقابله في هذه البلد وهذا طبعاً دايدن المصريين دايماً يرحبونه بالناس اللي هم بيأتوا إلهم وافدين فاحنا وافدين على الإخوة هنا في مدينة السادات واحنا الوافدين بس كلنا مصريين كلنا مصريين نعم من تباع المصري القصير ان هو الترحاب والتعاخي والتقارب فأصبح في مصاهرة بيننا وبين بعض اللي هو الناس في المحافظة المنوفية وفي غير محافظة المنوفية إلى الجانب إن في شباب كثير من شمال سينائجة في هذه المنطقة ويعني بيدور لقمة العيش عشان يعني إيش يكف نفسه عن يكف نفسه عن اللي هو مد الأيدا يعني العمل طبعاً لا العمل طب والأخ برضو يعني لقمة العيش بقى والتواصل فيها تكلمنا شوية عن العمل هنا حالك بتعمل في مجال إيه؟ بالله أنا فاتح محل العطارة وشغل أاساساً في محل الإطارة فاة حين here محل الإطارة كده الحمد لله رب العالمين كويّس وعلى مستوى عالي خالص محل الإطارة شام الطارة شام الحدرات التجميل تركبات أحشاب طبية والحمد لله رب العالمين يعني عبدال الموفق ماشى برضو معانا وعشار العشه الحمد لله رب عالمين محلات الإطارة ومواد الإطارة ده موال با fifty decade والعرب مجهورين بالعطار يعني انت بقى بتعمل تركيبات من العطارة ده العلاج بعض الحاجات اللي هي هي في بالنسبة للعشاب بالعشاب كذا صنع العشاب الطبية دي بتتجسم يمكن لخمسين ستين صنع فبناء على الحال اللي بتيجي بنعمل عليها التركيب وبتكون ان شاء الله تركيب فعالة وعشرة لعشرة ليه هكبول هنا بقى بدنا اكيد اكيد وبعدين العطارة في اي مكان والاعشاب الطبية دي في اي مكان والانسان دايما محتاجة طب يعني علاج السمنة مثلا بياخدولها حاجات فيه اعشاب بتخش في التخصيص فيه اعشاب بتخش اللهم صلى الله عليه وسلم في الحساسية جيوب الأنفية حبة البركة حبة البركة كله موجود العطارة كذا صلا وبتتجسم لكذا شيء والحال اللي بتيجي بنشوفها كده وبنعمل لها التركيب بتاعتها وبطول فعالة معها يعني ان شاء الله من العطارة بقى اللي هي التملكه للأرض هنا كان سهل ولا وجدته صعوبات برضو في التملك الأرض او الحيازات الأرض لا هنا بالنسبة للتملك بس المشكلة انه هو التداخل ما بين المحافظة والهيئة يعني التداخل الاختصاصات يعني يجي بعد شوية يقولك الأرض دي تابع لا مش تابعنا من 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 الفين وستة دي بقت بتاعت الهيئة فانت اصبحت كمواطن محتار ما بين المحافظة وما بين الهيئة وما بين وضع اليد الأساسي فالمفروض الدولة في تنسيق في القصة دي ما يبقاش في كل شوية قانون يطلع للأراضي أولا معروف ان الأراضي في مصر أراضي لا إلا إصراح زراعي لا إلا أراضي أملاك دولة لا إلا أراضي بنامتلكها إحنا كأشخاص ومبارسة لنا أو أراضي وضع يد اللي هي بتبقى في ولاية الهيئة هيئة التعميل فالمشاكل اللي انتو بتقابلوها في وضع يدكم على الأرض دي قابلتو مشاكل زي كده في التعامل مع الهيئة أو مع التعامل مع أملاك المحافظة ما هو انت غالبا القوانين الكتير اللي بتصدر ورا بعضيها هي اللي بتسبب الألأ للمواطن العادي اللي عايز يتملك أرض عدة القوانين اللي بتصدر ورا بعضيها دي المشكلة إحنا مش سبتين على قانون مثلا بيبقى واخد أجيال لا إحنا بنتغير القانون من سنة لسنة من ست شهور لست شهور فده بسبب مشكلة فالمفروض برضو يعني السياسة الماشية بالنسبة للأراضي في الدولة تمسك قوانين تخلي تحافظ للمواطن العادي على الأملاك بتاعته بدون ما تضيف عليه رسوم إضافية رسوم جديدة للأرض اللي هي بتاعته أساسي الأرض هنا حسب ما أنا سمعت من حضرتك برضو أو معلومات عامة أن نسبة الملوحة في المية عالية لدك نسبة الملوحة في المية هنا بتوصل مع الاستهلاك الكتير للأبار بتوصل لألفين وألفين ونص وثلاث تلاف جزء في المليون فأنت في الحالة دي يا إما يحصل تبوير للأراضي يا إما تصحر سليم لأن القصة أصبحت في مشكلة كبيرة عندك في المية إما تتجه لأنك تزرع محصيل معينة تلائم الملوحة الملوحة أه فإنما بالنسبة لإحنا كماشتل هنا يعني عملت إيه في مشكلة الملوحة آه بالضبط ده اللي كنت عايز أقول لحدتك عليه ده مهم جدا لأن الأستاذ بيقول لك إن الخوخ لا يستعمل الملوحة ما بيستحملش طب وبرده لو عندنا تربية إنتاج ده جني أو شوية لا تستحمل الملوحة لو فيه سروة حيوانية بجانب الزراعة حتنفق حتنفق برضه صحيح اللي حصل إحنا بدأنا بدأنا في الموقع اللي إحنا فيه ده في واحد خمسة ألفين وخمسة عشر ما حسبتش إن المنطقة دي أنا أخدت عينة مية حللتها فلقيتها بنسبة حوالي تقريبا ربعمية خمسمية ده حلو يمشي في المشتل ما فيش مشكلة إنما بعد فترة وجيزة لقيت إن الملوحة زادت الرتم عالى خالص وصل لكام حلو وصل لألف ومتين ألف ومتين أه فبعد شوية اشتغلنا على بير تاني لقيت نسبة الملوحة بتاعته حوالي ألف وثمنمية ده أعلى كمين أعلى فأصبح في عندي مشكلة يا إما أنقل المكان لمكان تاني وده كان بالنسبة لي معاناة كبيرة خالص لأننا يعتبر قريب من المسكن قدامي على طول على الطريق الصحراوي المكان شوية مميز يعني فكان لازم نشوف حل أو فمن ضمن السؤالات بسأل صديق لي فقالي ده في شركة بتصنع جهاز اسمه دلتاوتا الجهاز ده عبارة عن مغناطيس بيحلل جزئات الملح اللي في المية داخلة للنبات اشتغلنا عليه؟ يعني حضرتك كان عندك مشكلة ملوحة جامدة اتجهت ان انت تجيب هذا الجهاز اللي هو جهاز بيعالج الموحة ما اشتغلنا من قبل ما نشتغل على التسأل لغاية ما اوصل لحاجة نحل بيها المشكلة دي يعني المية لما كنت تشربها حاج بيبقى فيها نسبة ملوحة بتحس بيها؟ لا تصلح للشرب ولا تصلح للشرب؟ لا تصلح للشرب كمان؟ اه لا تصلح للشرب فاشتغلنا على الجهاز دي الداوتر هو الجهاز بيعمل عملية تكسير جزئات الملح اللي جاية في المية بيشتغل بالكهرباء ده اللي بيشتغل بالكهرباء؟ لا 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 بيشتغل على انك تركبه على في الطارد بتاع المية من المتور اللي انت الالة اللي انت شغال بيها اللي بتستخرج لك المية بتحطه على الطرد بتاع المية في الخروج في اتجاه الخروج فالمية اللي بتمر من خلال الجهاز من خلال الجهاز المغناطيس بتمر من خلاله بتعمل عملية تكسير الجزيئات دي توصل للنبات في صورة طاقة بتديله الطاقة يعني معلش عزة كمل برضو معان هو لما تيجي المية بتدخل في الجهاز ده بروح الجهاز عامل لها عملية فصل اسم كلوريد السوديوم الملح فالكلوريد بيجي لوحده والسوديوم بيجي لوحده فبصير عملية زي ميوعة فيروح ييجي للتربة ويعمل زي عملية المطرة بالزبط اللي بتنزل من السماء فيعمل لها خصوبة للتربة يعني انت أصدر بتقول ان هو بيتعامل على الملح اللي هو كملوريد السوديوم اللي هو الملح الجامل بيجي بيدوبه وبيسيب حتى بيفصل الكملوريد لوحده والسوديوم لوحده ويسيب الأملاح التانية اللي هي العادية اللي هي بتبقى موجودة في المية اللي هي النبات طبيعي بيستفيد منها حددك مركبه هنا في المزارة اه اه مركبه في المشتل هنا اه فإحنا إن شاء الله نقوم نشوفه بإذن الله نشوفه على الطبيعة في سبيل إن الجهاز ده أنا يعني الشهادة لله تعالى مش مشهادة تسويقية ولا حاجة بس إنما حاجة أنا أتمنى الناس تشتغل عليه لكل واحد بيعاني في الملوحة دي دي تجربة فعلية دي تجربة فعلية من أرض الواقع أنت من أول ما بتشتغل على الجهاز ده أعصابك بتهدى لأن ده مشروع أنت بتعمل لأنك تستثمر من وراء المشروع ده حتى يبقى عندك مية عزبة يعني ده المية العزبة دي بتبقى مفيدة جدا للنبات في كل حاجة فأصبح عندك أنت راحة نفسية بتشتغل بنسبة فاقد عايز أقول لحضرتك تعتبر صفر في المية بدون مبالغة صفر في المية نسبة الفاقد من النباتات اللي كانت السنة اللي فاتت مستهلك فيها حوالي 70 أو 60 في المية حضرتك أنت شوقتين جدا نحن ناخد الإخوة وننتقل نشوف الجهاز ده ونشوف الحاجة على الطبيعة لأن طبعا الطبيعة هي اللي بزبط هتوارينا كل حاجة تفضل بالله يا حق الشمس جامدة هنا والأرض ما شاء الله جوا شوي حراره النهاردة بس الحمد لله رب العمين ألطف من البلاد التاني تفضل هذا هو الجهاز هذا هو الجهاز الجهاز هنا هو عبارة عن يعني يراكب على مصدر المية وبيطلع دي الماكناة بتاعت الطاردة ايه الساهمة هو بدي اشارة ان المية تمشي بعملت يعني من هنا وتمشي كده بالظبط اتجاه خروج المية بيبقى الساهم على اتجاه خروج المية بالظبط كده بيبقى بسيط خالص يعني حتى تركيبه ولا كهرباء ولا حد ولا كهرباء ولا اي حاجة واي حد بيركبه اي حد فني من اللي هم متخصصين في الشبكات والقصة دي مفهوش اي مشكلة ده اللاكور هنا واللاكور هنا اخوه بالظبط كده بس ده المفهوم بتاع الجهاز وبتودي انت منه بتوزع على الساس على النباتات ما تيجي معي حضرتك افرجك على نبص عليه ان شاء الله بس انا شايف ان الجهاز ما شاء الله بياخد المية من المصدر ويبعتها على طول بالظبط كده اه امر سهل وبسيط خالص يعني ايه ده فيه حد جاير حضرتك السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم المهندس سيري فضل احنا كنا جايبينه عشان خطر ده جهاز اضافي عشان المزرعة ده بخصوص المشتل ده يعني حجم اكبر اه حجم اكبر للمزرعة باش مانت تشايف الجهاز ده يعني ما شاء الله عليه والله الحمدلله عامل نفاك ويسا وآه تقريبا السحراوي القهارة اسكندرية والاسباعلية حل مشاكل كتير اوي في الزراعات الحمدلله وشاء الله الجهاز ما شاء الله عليه ده هيبقى للمزرعة ده دليل ده دليل قاطع انت مقتنع بالجهاز طب يعني احنا برضو مع الاخوة عايزين نشوف دليل الكلام ده فياليت تولينا حاجة كده بعد استخدام الجهاز او بالرأي بالجهاز ايه اللي حصل فيه اتفضل اه هوريك النباتات اللي اشتغلنا عليها السنة دي يعني ماشي اتفضل يا صاحب ماشي اتفضل يا صاحب موسيقى 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 القصة في انك انت بتحكي عن مثلا نبات ده عنده حوالي بالضبط تسعتاشر يوم تسعتاشر يوم ومروي بالمية دي مش من المعتاد انه يبقى في التسعتاشر يوم بالشكل ده مش من المعتاد فالق ولا بالصدار ده ولا بالنظارة بتاعت اللون ده ولا بالاستطالة دي لان النهاردة انا عايز مثلا حتى الجدور بتاعت النبات ما شاء الله يعني جدور ممتازة جدور متكملة فيها البياض اللي احنا عايزينه اللي هو بيدل على الصحة وعدم الامراض وخلوها من الامراض يعني نتيجة الراي بالمية بالجازة ده لك نتيجة جيدة جدا سمت مرة واحدة لكن النتيجة الخضار والصحة العامة للنبات ما شاء الله عليها طيبة جدا بس فعايزين نقول ان احنا برضو الوقت اختصر لنا الوقت في الاستنبات يعني المفروض شتلة زي دي انا قدامي مثلا اربعة خمسة ايام تتسلم يبقى احنا سلمنا على تقريبا حوالي خمسة وعشرين يوم يعني ادى لك توفير في الوقت وجودة في بالزبط كده ومن الطبيعي ان انا مثلا بسلم على تلاتين يوم او خمسة وتلاتين يوم في البتنجينات والحاجات اللي هي ازاي دي ماشا يعني انا شايف ما شاء الله تبارك الله يعني المكان نسبة الانبات فيه عالية والخضار عالية جدا يعني دي دليل على كلام البشمهندس برضو ان الجهزة دي اه كلام حضرتك ان قلت لنا ان الجهاز بيعمل المية كل اللي هو يعمله بيحلل الاملاح بس عايز اقول لحضرتك كمان ان الرش الفطري ان احنا المفروض مسلا في الاسبوع اا اقل حاجة انك ترشي لك مسلا رشة فطري ام يعني في الاسبوع بيوفر معاك الكلام ده احنا رشين رشة فطري في التسعة عشر يوم رشة فطري لان انت مش عايز تدي نبات حاجات اضافية يعني طيب ده شيء طيب جدا جدا فضل الله عز وجل يعني الواحد برضو بعد النتائج اللي حضرتك شايفة بعينك دي اا ارتاح نفسيا بسم الله ماشاء الله حاجة جميلة جدا فعلا يعني طيب احنا بعد اجنوكو يعني تيجوا تتفضلوا ان ارتاح شوية عشان راجل اللي جاي من السفر ده تفضل يا باشا وتشرفونا ماشي ماشي تفضل تفضلوا تفضلوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اول حاجة هو بيحل مشكلة ملوحة الماء دي اول هام ودي اكبر مشكلة بتقابل كل المزارعين الابار كلها وكل الناس هنا في الصحراء شغالة بالابار والابار كلها فيها ملوحة والملوحة في الزيت والاملاح دي كلها بتتراكن في التربة وتعمل اضرار كبيرة جدا مؤولهم طبعا كوريد السوديوم الميا فيها املاح عامة فيها ماغنيسيوم بوتاسيوم بسوديوم بيأثر على املاح العامة دي ولا بيأثرش بيأثر على جميع انواع الاملاح بيما فيهم الحديد بيحل مشكلة الحديد الناس اللي عندهم في الوحات برضو بيحل مشكلة الحديد عنهم اول حاجة الاملاح بصفة عامة بعد مرورها من الجهاز وهي دايبة في المياه بتتاين بيعمل لها عملية تاين تاين ده بيخليها ميسرة للنبات يستفيدها السويد منها هيقدر يمتصها بسهولة يعني بيبسطها له يعني بيبسطها له بيخليها ايون حر بيقدر يمتصها زي السمات بالزلط بالطبيعي طب حراك المياه بعد ما بطوله بالجهاز ده لاحظنا انها طعمها بقاش مالح فيها تغيب فيها زواهر بتحصل لها انها بتتغيب ايه الجودة اللي بتحصل لها ديه هو طبعا التعم المالح ده بيجي من السوجب كوريد السوجب ملو ملح الطعم فلما بيمر كوريد السوجب من المعالجة جهاز ده هوتر ايه اللي بيحصل له؟ بيحصل عمية التفكك للملح ده وبيبقى مش بينفصل بشكل انفصال بيبقى كولور لوحده او السوجب لوحده بس بيبقى فيه زواهر بتختفي زواهره في التربة انه بيعمل حاجة خلل في الضغط الاسمولي بيمنع الامتصاص بيمنع الامتصاص يعني النبات بيبقى حواليه كل العناصر الغذائية بس ما بيعرفش ينتص عناصره الغذائية بسبب موجود كوريد السوجب يا باشمهندس محمد انت ملكش تعليق على انت ركبت الجهاز وفرصة ان الباشمهندس موجود معانا ملكش اضافة احنا حظنا حلو ان هو حضرنا النهاردة على شيء طيب اه يعني حاج ما بيتلاكش بعدها المشاكل عايزت بالهال لا ده انا يعني انا مكلم المشمهندس على الجهاز ده عشان يجبه لنا ده جهاز اضافي على الجهاز اللي عندنا عشان ده عايز اشتغل عليه على المزرعة مش على المشتب يعني ده يدي حاجة اكتر اه ده اكبر قطره اكبر لان التاني عايز يخلي الجهاز يعني ده مش مانا شده كان فدان يعني يعني مثلا الحجم هو مش بالفدان هو بالقطر المصورة يعني احنا لو التلاتة بوصة دولار ممكن يغطوا تمن تسع فددي جهاز واحد يعني هذا الجهاز يستطيع ان يغطي تسع فددي اه بالزبط يديها مية عزبة يديها مش مية عزبة او مية صلحة للزراع صلحة للزراع صلحة للزراع ما تضرش الارض ما تضرش الزرع مهم جدا نفاهم ان المية تبقى صلحة للزراع اه بالزبط صلحة للزراع على المية احنا الجهاز ده مش بننزع فيه الملح لا احنا بمالح موجود بس صورته هي اللي اتغيرت اللي بيستخدموه هناك في اوروبا والدول المتقدمة دي انهم يحولوا مية المطر ليه مية الرائدة اللي هي مية البحيرات والكنار أو الأبار السطحية عندهم يحولوها المية مار تهيلي يا بشماندز شريف الفكرة أساسا بتاع تصنيع الجهاز مستوحى من السحاب واللقاع بتاع السحاب اللي بيحصل بيدور في السحاب من تولد الطاقة والكهرومغناطسية اللي بتتولد من عن طريق البر وتنتج لك الأمطار دي كلها والمية اللي بتنزل من المطر محملة طاقة عالية جداً وبتأين الأملاح اللي في التربة وبتخسل التربة طبعاً المية الغزيرة الأمطار الغزيرة مش الأمطار اللي موجودة في مصر أنا بتكلم اللي في السحل الشمالي أو في الشمال السيناء زي ما حضرتكم عارفين أكيد طبعاً في الشمال السيناء أجمل أنواع وأجود أنواع الزراعات الحمد لله وتأكيد أنا على الكلام مش مؤنس محمد مطر هو ليه أخه عزيز وصديق مؤنس محمد عبداللوها بأنديل مركب الجهاز بقاله سنين طويلة ومشت المعروف في الصحراوي أنا شفنا الشتلات لسه طلعها ما شاء الله مخضارة أنا عايز أقول حديثك على حاجة في الأول أول من طرحت الفكرة أنا ما كنتش مقتنع ما ده اللي احنا بنقابله دايماً عدم الاقتناع ولكن التجربة والنهارده يمكن احنا بنخلام من دارتك يا حاج محمد بنشوف حاجة حقيقية وفعلية أن أنت عملت تجربة حقيقية واستخدمت جهاز أدى إلى النتيجة ما شاء الله عليها اللي احنا شفناها النباتات لسه شتلات ونسبة الخطار فيها هذه النسبة العالية والإنبات العالي ده حاجة طيبة جدا الحمد لله رب العالمين ربنا أكرمنا والله بالقصة دي يعني الجهاز ذا متوفر لأي حد متوفر لأي حد يعني مثلاً أصحاب المزارة لو حبه واتواصله وأصعاره بسيطة وغير كأنه بيوفر لهم كتير وبيزود لهم إنتاجية الإنسان محتاج إيه؟ تاجي على التكاليف ويزود الإنتاج طبعاً وهو كل غرضه والإصابات من الأمراض تقلق ده كل الحاجة اللي هو لأن المروحة بتعمل مشكلة عليهم هو الجهاز بيوفر له كل الأمور دي كلها فدي حاجة كويسة بالنسبة للحجم فيه حجم صغير وفيه حجم كوير طبعاً فيه بيبتدي من أول واحد بوصة حسب الاستخدامات واحد بوصة ده زي ممكن زي في جنينة في جنينة في الساحل الشمالي العين السخنة في الغرداء في شرم الشيخ في الأماكن الكتيرة دي كلها عندهم يعين وردهم عندهم شي مياه حلوة الساحل الشمالي كله عندهم شي مياه حلوة فإيه البديل المياه غلط بيجي لهم أرقام عالية طب إيه البديل يدق بيجي يطلع له المياه ملحة تيجي يروي الزرع زرع يموت راكب جهاز بسيط زي كده واحد بوصة يحلول له مشكلة بيقدر يروي بالمياه الملحة دي ومدون أي مشاكل وهم كمان مش كمان يروي بيها ده ممكن يستحمى بيها ويغسل بيها سابون إنه هو بيحاولك المياه العسرة اللي هي ما تقدرش تراغي تعملك طبق الدير تعملك مشاكل في الشعب إلى مياه ياسرة بسيطة سليمة يقدر يستخدمها في الاستحمام وده مات المنزلية كلها ما عاد الشرط وبترح لي سؤال فني تاني أنا لو ركبته أركبه قبل السمادة أم بعد السمادة حسب التصميم والصحيح إنه مفروض إنه يركب قبل التصميم قبل التصميم في الساعة بيبقى في حديد وممكن يفقد جزء من السمادة يعني أنا بركبه على الخط بتاعها قبل السمادة بحيث المياه تبقى سهلة وياسرة بتخش عالتسميد بيتدوب زوابان الأسميدة بتبقى أعلى ومتصصها بيبقى أوفر وبيبقى وجودها في التربة متاحة إن النبات يقدر يستفيد منها بتبقى مدة أقل وفي إضافة برضو إنه هو بتهيلي على ما أعتقد إن الجهاز ما بيعقش حركة المياه بالقطر اللي أنا شغال به يعني الضغط الزموزي بتاع المياه ثابت أو الضغط كذا بار شغالي ثابت مهم بس أحد بوسة اتنين اتنين تلاتة تلاتة يعني إنه هو مركب على ترمبات وترمبات بتضخ المياه سواء اتنين بار تلاتة بار حسب البوسة اللي هي شغالة معاها ما بيأثرش على ضغط المياه وكمان في ميزة إنه هو بيشتغل على غمر مش التنائيب كمان طب إزاي يشتغل على الغمر بيبكب على رأس الترمبات اللي بتسحب من المياه مترع آه لازم طبعا لازم يكون فيه ترمب مينفعش إنه هو آآ يبقى المصرف العادي المصرف العادي بالطريقة العادية لازم يكون مياه تتنقل لازم مياه عشان يدفع مياه يا باسم محمد يعني إيه اللي خلاك يعني إيه السبب الرئيسي السبب أنا عانيت في السنة اللي فاتت الموسم اللي فاتت عانيت من الملوحة العالية آآ وكان عشان أضطر إنه أنقل مكان ده كله أصرت على النباتات أنا مصنع للنباتات الصغيرة أنا شايف حضرك عندك مشتل آآ فده أثر علي لأنك إنت برضو في الأول والآخر إنت بصص للكسب المادي من وراء تصنيع الشتلات دي يعني المياه كانت فيها نسبة ملوحة عالية فأصرت على نسبة الإنبات العالي اللي عندك في المشتل خسرتك بنسبة سبعين في المياه بنسبة سبعين في المياه فالطريق تبحث عن شيء يعالج هذين من الوحة يا إما أنقل المكان ده كله المكان تاني خلص يبقى فيه حلو سيب الأرض بسيب المكان بس أنا كان هممني إن أنا المكان عشان برضو مكان استراتيجي مكان كويس قريب من السكن آآ على الطريق على طول بدون عناق بدون تعب فربنا قدر لنا الأستاذ ياثر ده صاحبي اللي بحكي لك عليه إنه يبقى في طريقي لأنه هو اللي هامني بالفكرة بتاعت الجهاز ده أنا بقى من كلام حضرتك ومن خلال التجربة الحقيقية دي بشكركم كلكم على الأعداء الطيبة دي رب الله يشعلينا وشوفكم إن شاء الله تاني كده في الخير دايما تشرفتنا يا اسمه عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم شكين يا حجم محمد شكين يا باش شكين يا باشموندس شكين عليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة